ضيوفنا أكيد لهم علاقة بالمسرحية جانا زين الدين ممثلة ميسرة درامية أهلا وسهلا فيك جانا وفادي سكيكر دكتور مسرح في الجامعة الأردنية ومؤسس مختبر عمان المسرحي أهلا وسهلا فيك جانا عشان بسيك عشان نقدر ندخل في الموضوع صح إيش هو المسرح الاجتماعي؟ هو المسرح الاجتماعي يبلش بأمريكا اللاتينية في الستينات وفي السبعينات والهدف كان أنه يجدوا طريقة فنية أن يحكوا مع الناس وحتى طريقة العلم صارت من المسرح لأن كان في كتير مشاكل في الستينات في المناطق المهمة الشيء في أمريكا اللاتينية فواحد مخرج اسمه أجوستو بوال هو اللي بلش الحركة المسرحية وهلأ انتشار يعني صار بكل المحلات بالعالم هو اسمه Theatr of the oppressed اللي بيكون مسرح الى المطهدين فدايما الهدف بيكون انه يطلعوا يعني من نفسهم يحكوا عن اللي بدايقهم بمسرح بطريقة ثانية فادي جميد شو له علاء جميد بالمسرحية هلأ اللي صار انه متل ما حكت جويس وجنا انه نحنا بلشنا انا و جويس انه نعمل ورش عمل لاستكشاف ما يعنيه مفهوم الجندرة بالنسبة للمجتمع الاردني في غور المزرعة وبإربد وبعمان من اجل انه تكون ورش هالعمال المسرحية هاي منصة او ناصية لأجل تحقيق مساواة اكبر بين الرجل والمرأة بالمجتمع الاردني وحتى نحنا نتعرف على نوع المشاكل اللي بيواجهة احد الجنسين في المجتمعات اللي اتطرقنالا فالقصص اللي طلعت من الورش هي قصص اردنية جاي من غور المزرعة ومن اربد ومن عمان فبالتالي لما جناولين كانوا عما بيكتبوا المسرحية اللي هي مبنية على هذه القصص التي خرجت من ورش العمل عملنا عصف دماغ حول انه ايش هو اكتر اسم او رمز له دلالة بمثل المجتمع الاردني فطلع معنا انه الجميد هو هذا الرامز اللي بيمثل ما يتعني هاي القصص والجميد هو كمان حتى هذا كنهارا ما بنحكي بعد المسرحية انه هو مادة صلبة لكنه يتمحله بالماء وكمان هاي المفاهيم اللي هي صعبة الخط ان احنا صعبتنا نخط فيها لكن لما نتطرق لها عبر السوب المسرح فهي عم تتحلحل قدامنا فصار حتى كأنه رامز اللي ما تعني هاي القصص بالنسبة لنا جانا شو هيكي قصص اكتر قصص سمعتوها واثرت فيكن هي المواسئة من الورشات كان فيه كان في كتير قصص نفسها بس من تختلف من المحافظة للمحافظة كان فيه خصوصي بقربت كان فيه كتير قصص عن المواصلات ودور المرأة والرجل على البص بس مدخلوا بالمسرحية لأن المشتركين سوتوا على القصص اللي هني حاسوا أنه الرسالة رح توصل للجمهور بس هلأ يعني بالقصص فيه بالمسرحية أزي فيه قصص على العلاقات الزوجية قصص حتى فيه قصص كمان بتركز على خطيبه خطيبة يعني هي بدي تتروح تدرس برات جميد برمان وهو بللأ ففي كتير اشي على فكرة تركيز اكتر شي على العلاقات بالمسرحية الكل كان عم بشكي من هالقصة فمثلا نحن لما عم نعمل العروض خارج عمان تحديدا عم نعمل بمراكز اجتماعية بقاعات بغور المزرعة عملناها بمركز ذكرى اللي هو مركز اجتماعي حتى بالهواء الطلق بساحة شبح ساحة عامة كانت هناك فبالتالي عم نحاول أنه نحن نعود الممثلين وهي جنا و جويس اشتغلوا عليه كثير على أنه يكونوا مطوعين من أجل أنه يتم العرض في أي مكان و جانا دائما بأول مسرحية بتذكر الجمهور وبتقول لهم أنه ما تفكروا بالعناصر الفنية وأنهم تفكروا بالقضايا المطروحة لأنه هاي القضايا بما أنها طالعة من المجتمع فهي حكما راح تكون هوك أو أنه مادة خاصة بإلون لحتى يتفاعل معها بشكل مباشر ونحن عم نربط هذا التفاعل رأسا بعد المسرحية لما عم نعمل نقاش مع الجمهور حول مضامين المسرحية اللي هي بتطرح قصص سيدات قالت هلأ جانا كمان ما بعرف إذا تحكي أكثر على قصة الدراسة لأنه هي أكثر شي كان عما بين حكا عنه أكيد بس بدي قول شي كمان يعني في مرات يعني نوصل على المركز وأول مرة بيكونوا فيتي الممثلين على المركز فبسرعة يعني مرات بس عنا نوص ساعة أو تلت ساعة نجهز السات أوكي انت وقف هون وانتي وقف هون وما في إضاءة وخلينا نجرب الصوت إذا عم يشتغل فهيدا هو مصرح الاجتماعي حلو أنه دائما التركيز بيكون على الأضايا بالمجتمع وأكتر من مثل ما حكا فهذه الإضاءة والموسيقى وهيدا بعتقد فكرة جديدة بالأردن أنه شو هو مصرح الاجتماعي لأن يعني يمكين يجوا على مصرح البلد وبيكونوا مفاكرين أنه آن رح نشوف شي انه شغل شكل شغل شغل بعدين بلاحظوا أنه على فكرة لا بالعكس أنه التركيز بيكون أكتر على الحوار وعلى النقاش اللي بيكون بعد المسرحية لأن هذا هو هدف المسرح الاجتماعي أنه نسمع أراء المجتمع يعني أنتو بعد المسرحية بتفتحوا نقاش مع الحضور صحيح نفتح مع الجمهور بدي بس ضيف شغلة كمان هي العلاقة بالمسرح الاجتماعي هلأ نحن عملنا الورش مثل ما قلنا بمناطق معينة وطلعت القصص منهم بعدين لين وجانا كتبوا المسرحية اللي هي تحديدا قصص هدول المواطنين اللي عايشين بهذه المناطق فهلأ بالظن الريورد أو الجائزة اللي نحن أخذناها لما نحن مثلا عرضنا بالغور وبيجي متلقي أو جمهور من الغور هو يشارك معنا بالورشة من أربع شهور فجأة بلاقي القصة اللي حكالنا يتم تمثيلها وأداءها أمامه على المكان الأدائي اللي عم نأدي فيه فبالتالي طريقة تفاعله مع القصة أنه هاي قصتي هلأ عم يتم تمثيلها هناك هاي الأهمية بالمسرح الاجتماعي هلأ هاي بتساعده أولو المتلقي على تحديد قيمه من ناحية الجندرة يعني هو كل القصص اللي حكيت على العلاقة بين رجل والمرأة وعلى المساواة تحقيق مساواة أكبر للرجل وقصص الاضطهاد اللي بتتعرض له سواء للنساء أو حتى الشباب فيه شباب كمان بيتعرض له قصص الاضطهاد فبالتالي لما هو يشوف قصته يتم أداءة وتمثيلها أو تجسيدها على المسرح فهو بشكل قيم ويصير بيفكر بيقول أنه آه أنا لازم أعمل شي حول اللي عام يصير أنا لازم أخذ موقف وهي القصة اللي صارت معي قبل بوقت معد بديها تتكرر وهي أهمية المسرح الاجتماعي جانا يعني خليني أحكي بغور المزرعة لما رحت وعملت المسرحية ونحن نعرف كيف مسرح المكان تبع مبادرة ذكره هو عطلة وهيك بس مدرية شوية من الشمس الحضور هل هم بس كانوا اللي شاركوا معكم بالورشات ولا جابوا أهلهم وأهل المنطقة لا أكيد جابوا الأهل يعني على فكرة ما كان في كثير من الورشات العمل اللي معناهم بالغور كان في يمكن شي خمسة أو ستة اللي أجوا ومثل ما حكت الدكتور فادي كثير كانوا هكي كثير حبوا شو شافوا يعني نحن كمان بالمسرحية ما عم نحلل شي يعني حتى وقفنا القصص بالنص لأن بدنا نحن بدنا النقاش يصير من الجمهور بدنا يهن هني يقترحوا شو رح يصير بالقصة نحن منعرف شو بيصير بس وهيك يعني هذا جزء انه تحط السلطة بييد الجمهور اللي قاعد وخليف فكر طب هاي دي ستة نورة خلينا نقول هي بالمسرحية ما منعرف طير عنا بالبداية بعدين بالنهاية المسرحية نعرف نحن نعرف انه كان عنده كتير مشاكل معجوزة وما بدي أعطي كتير تفاصيل بس وقفنا القصة قبل ما بتقرر شو رح تعمل فداما دكتور فادي بيورشات العام لبعض المسرحية بيسأل طيب اذا انت كنت بمكان نورة مكان نورة شو كنت عملت لان اذا نحن حللنا شو عملت او طرحنا شو عملت خلص خلصة المسرحية خلصة المسرحية وما بيصير في نقاش فاللأن هيك كمان وكانت أجوبتهم يعني انه شو رح تخلص المسرحية بالضبط زي ما هي رح تخلص ولا كل واحد عنده كل واحد دائما عنده هيك بس كيمارات تاخدي من واحد فكرة ما كانت خاطر على البال دائما النقاش اللي باخر المسرحية عمياخوة دائما يعني نحن مجتمع بشكل عام تغلب عليه طابع المحافظة فاغلب الحوارات اللي بتصير تصبض من النطاق المحافظة انه اوكي ما لازم تطلق من زوجها او البنت ما لازم تطلع بريت القرية وتتعلم اذا بدا تضطرت بات بريت بيتها فهي لازم تضل هون ما تطلع اوكي لكن اغلب هاي العالم حتى بعد النقاش بيحكوا معنا بشكل فردي وبيعبروا عن بيقولوا انه لا نحن نحن مع انه اذا بنت بدا تطلع تتعلم بريت القرية نحن مع انه تطلع وتتعلم انا مع انه نورة اذا عم يتطهد زوجها وعما بيضربة انه هي تروح ويبلغ عنه مثلا لكن نحن ما فينا نحكي هالحكي بالنقاش العام لانه بيصير بير كشر وممكن يصير فيه خناءات بيصير فيه خناءات فكمان هي بظن احد العناصر المهمة بهذه المسرحية الفرد اللي بيصير معي مع جنا ومع الممثلين ومع العالم اللي بيعبروا عن آراءهم ضمنه وبالتالي كمان هو التعبير عن رأيي ايش هو تحديد قيم وحافز للشخص انه يفعل اشيه بعدين بمجتمعه ببيته بالمكان اللي هو بيشتغل فيه حتى مرات بس بدي زيد على حكي فادي انه مثلا بجابل القلعة اجت ست لواحد عندي بعد المسيحية وقالت لي انه هيدا اللي عم تعملوه كتير مهم ويريت اذا اجي جوزي معي بس هو رفض انه يجي معي لان كان اغلب الجمهور ستات يعني كان فيه شباب بس اغلبهم ستات وشباب كانوا قاعدين بغرفة تانية ما بدون يجو يشوفوا المسرحية انه مش متعودين على انه ما بدون يخلطوا مع مع الستات فاجت وقالت لي هيدا كتير مهم ويريت تعيدوه ويريت تاني مرة بس تيجو بدي يجيبوا لها جوزي بدي اياي يسمع لانه هيدا كتير مهم لالي فبتلاحظي في كتير من المجتمع حتى بجبل القلعة بيكونوا بفكروا هيك بس ما عندهم فرصة كيف يعبروا عن حالهم فدايما بيجووا لعنا ويصيروا يحكوا انه شو فينا نعمل انصرتوا انتو زي باب لالهون مشان تفتحوا لهم بعدين هالبواب التانية بس بدي عاطي كمان مثال تاني بجبل القلعة كان الحضور فعلا كله كنا بمركز اجتماعي هناك وكلهم سيدات والشباب قاعدين عم يلعبوا يعني شدة وهيك بالغرفة الثانية بالقاعة الثانية هلا بالمقابل بالوحدات لما عرضنا بالوحدات كان كل الجمهور شباب ذكور وما في سيدات فكمان هاي تخليك انه دائما منسأل انه وين ستات وين الشباب لهلا يمكن العروض الوحيدة كان فيها نسبة حضور متقاربة كانت هي بعمان سوفار لما عملت ورشات مشان المسرحية هاي كانت المشاكل اللي بطرحوها اللي بالمحافظات غير عن اللي بطرحوها أهل العاصمة نحن نشوف ناختله اه اكيد اه بختلف شو مشاكل اللي كانت اكترها يعني أنا ما ببرتح انه احكي عن العاصمة لان انا مش من الاردن ومش من عمان بس يعني بسمعتي لها الاصص اللي اه يعني كان فيه اشيه اكتر عن القانون اشيه اكتر عن تساعدنا هلأ لك هو مثلا القصة التي طلعت بنت تم تزويجها وهي عمراء شهرين من كتابة وإلى آخره وبعدين دمرت هي طلعت من عمان بس حتى وقت عرضنا المسرحية بإرباد وبيلغور قالوا أن هذه القصص لا تصير عنها لا تصير عنها لا تصير الآن ستتفاجأ دائما نحن الستوريوطايب تبعنا أنه ما يحدث في عمان هو أفضل من ما يحدث في القرى بس أنا بعيدا عن القصص التفاعل اللي بيصير بحس أنه بالعكس يعني في القرى المحيطة وبالمجتمع الأردني بشكل عام يعني عمان فيها مشاكل عمان المدينة فيها مشاكل العلاقة التمايز بين رجل المرأة مثلا مثل القرى القصص أكتر بيعمان تتاخد طابع شخصي ممكن وطابع التهادي أنه بيسموه أنه كابسن ذهد يعني أنه في أنا عم راقب حالي كيف عما بتصرف الضغط الجندري على المرأة لأنه هي دائما تكون تقدم حاله بشكل جميل مثلا لأنه دائما تكون رايحة الصالون وعملة شعرة وكذا وكذا هذا ضغط من نوع معين بينما الضغط في القرى عم يكون أنه بقرية مثلا ما فيها مدرسة ما فيها جامعة فهنا بطر أن تسافر على جامعة تانية في مدينة تانية فإنه بيصير مشاكل أنه هل هي راح تسافر لهاي واتطر تبات بريت بيته أو لا الشباب كان يطلع عندهم قصص اضطهاد ورح تستغرب يعني شو اضطهادهم مثلا مثلا أنه شاب لا مثلا أنه شاب بالجامعة جاء الدكتورة وهي مسرحناها صار الجزء من المسرحية لأنه هو شاب فهي كانت ترسبه بالمادة وكان يتأخر بينما البنت التي كانت تتأخر لم ترسبها بالمادة الشباب أحيانا أنه حكالنا شاب قصة أنه كان يتلع بالباص بإربيد ودائما لما يتلع بالباص كان مرة مريض وكان متمنى أنه حدا يأمله لحتى يقعده بالباص وما حدا أمله بينما بتطلع بنت فرأسا الكلب يأمله فحسب الاضطهاد فيه يعني الاضطهاد حاصل على الفئتين في عمان وخارج عمان وهون دور تأتي مسرحية جميد من أجل أنه فتح باب الحوار والنقاش من أجل هذه القصص مسرحية جميد وين نعرضت بأي محافظات في الأردن نعرضت بغور المزرعة بالإربد بعمان بمخيم وحدات مخيم البقعة وبعد عنا بكرة عفكرة بعمان رح نكون بمركز الوطني للثقافي والفنون على الساعة سبعة وبعد بكرة بفحيس بمسرح الفحيس بعدين يوم الخميس بالسلط ويوم الجمعة يوم الأحد قصدي سبت بالزرقة مضيع سبت بعدين أربعة عروض والحضور الحمد لله والعروض منيحة الحمد لله كتير منيح كتير في يعني هناك تفريقة في الجمهور وتفريقة دائماً تزيد على النقاش يعني هللا أنت لفتي على تنقل أغلب محافظات الأردن قدرت تتكوني فكرة عن المجتمع الأردن يبناش نقول المجتمع العماني مئة بالمئة يعني أنا كنت عم بحكي مع فادي هاديك اليوم قديت علمت هالمشروع ما بتصدقي يعني كتير أنا بصر لي سنتين بعمان بالأردن يعني كنت بأميركا قبل فاك إليك دراستك علاقة بالمسرح كتير صلي عشرة سنين كنت ممثلي بالأول بعدين بس عشت بلندن مع جوزي سمعت عن المسرح الاجتماعي وصرت أقرأ كتير عنه وقلت هيدا أكيدمية بالمئة حلو فدخلت فيه وخلاص يعني وخلاص قاعدي عنا قاعدي عنكم أهلا وسهلا فيكي اتنور عمان فيكي أستموش دكتور فادي أنا بسيك آخر سؤال بحر بسأل بما أنك أنت مؤسس مختبر عمان المسرحي ما هو مختبر عمان المسرحي أهو الله ممتاز نعمل دعاية المختبر هو مجموعة من الشباب والصبايا من مدينة عماد والقرى المحيطة اللي هنن مهتمين أنهم يعملوا مسرح لكن هنما دارسين مسرح وبعض منهم دارسين فبنعمل ورش عمل أغلبا عم يكون بتعاون مع مسرح البلد ومع المسرح الحر من أجل تنمية الطاقاتهم التمثيلية وهو تجمع أكت يعني ما عنا مقر لكن المسرح الحر ومسرح البلد بقدمو لنا قاعة تدريبية من أجل أنه نحن نشتغل فيه لما يكون فيه آخر شيء غير هذا المشروع اللي عملته عملنا مانامات في أزمينة الثورات بالتعاون على سبيل المثال مع مسرح البلد وقت مسرحنا قصاص عن الثورات العربية اللي عم تصير وعملنا عرض مسرحي بمسرح البلد وهلأ عنا شغل مع المسرح الحر في مهرجان المسرح الحر اللي جاي فنحنا عم نتعاون معهم عم ننظم لهم ورش العمل وابدي أعمل ورش عمل تحت مظلة مختبر عمال المسرحي فيه ومنعمل خيال ظل كمان فيه عملنا مسرحية ظلال ودرنا فيه الأردن كمان موفاء إن شاء الله ومشكركم على مسرحية جميل شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا فيكم شرفتونا مكملين معكم هلأ حنكون بعد الفاصل مع دانا ومعالي الشاعر المتميز جيريا السماوي شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة